ولكن خلينا نروح للملف الأبرز بتاعنا لأننا عايزة أروح معاك لأن احنا شفنا مشهد رائع جدا في بداية الحلقة وهو الجماهير ومراسلنا العزيز فاروق صلاح قال لنا ان خلاص يعني الدنيا كومبليت زي ما بيتقال الحمد لله يعني ده اللي احنا كنا عايزين وقد كان وأنا وكريم برضو قلنا نقطة مهمة وحنكررها تاني فيه ناس سفرت وشالت من الفلوس اللي هي زي ما بيتقال كده بيتها أولى به علشان تسافر وعلشان تبقى موجودة مع الأهل قد إيه الموضوع ده يعني محترم فيه ناس كتير حب النادي الأهلي ده في دمهم فعرهم بيضحوا بأي حاجة مش موضوع مادة ولا موضوع مثل إن أنا حسافر وحتعب ما نشريح المغرب عشان أتفسح واخد إيه لا ده أنا رايح عشان أقف 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 مهمة رسمية أكون في مدرج اللعيبة تشعر بي فتقدر تديني فاللعيبة حيبقى عندهم هذا برضو إرضاء الجماهير اللي جاء دي إرضاء الجماهير اللي في مصر إرضاء غرورهم في إنه هم لازم يحققوا اللي 11 حيبقى فيه دوافع كتير للفرقة يعني كل ما كانت الفرقة عندها دوافع أكتر من دافع بقول دوافع مش دافع واحد الدوافع دي بتساعد هل أنت مثل جمهور المغرب حيجي جاي من بيت وجاي ماشي ممكن يجي ماشي ممكن بعربية صغيرة ممكن أي حاجة حيجي عن مدرج لكن جمهور النادي الأهلي ده قاطع المسافات والأميال ومعد البحور ومعد الأنهار ومعد كل ده في سبيل النادي الأهلي أعتقد أنه حتى التفصيلة بتاعة الملعب والجدل الأثار وطبعا هذا الملف الفترة الأخيرة حتى ده برضو ممكن النادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي ياخدوا منه حافظ ودافع كل دي دوافع كل دي هذه الدوافع لصالح الناد الأهلي وربنا سبحانه وتعالى بيقولك لو علمتم لغاية بلا اختارتم من الواقع يمكن ربنا عمل لنا كده عشان اللعيبة الطاقة المقنونة لجواها دي ما تخرجش من كلام مدرب بتخرج من الدوافع دي بقى دفع إيه إن الجمهور اللي جاي من آخر الدنيا إن أنا بألعب هنا غصبا عني في تحدي اللعيبة في سبيل النادي في تحدي اللعيبة في سبيل نفسه إنه هو عايز يقدي في تحدي إنه هو عايز يعمل بطولة في تحدي إنه هو يشوف التحدي أفريقا عمل فيه إيه في دوافع كتير لو بسط لكل جانب منهم هيخليك أنت تبذل كل تقطق